نعم ولذلك نحن ننتظر البيان الرسمي الذي من المتوقع بحسب بعض المصادر التي خرجت منذ بعض الوقت وأشارت إلى أن حزب الله سيصدر بيانا بعد قليل وسيكون فيه تفصيل لكل ما جرى في الضحية الجنوبية من هذه الواقع وهذا الهجوم العسكري وأيضا سيضع كل التفاصيل التي كان هناك فيها تضارب كبير في الروايات حتى هذا التوقيت إذا عدنا إلى الذي جرى خلال الساعة الماضية هي ضربة على مستوى كبير باتجاه حزب الله البعض يوصف شكر بأنه الرئيس الأركان العام تتبع إليه كل الوحدات العسكرية التابعة للحزب ليس في جنوب لبنان إنما أيضا في كل لبنان وأيضا كان له اليد الطولة في السنوات الماضية في تحديث الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحزب وتحديدا في مسألات الصواريخ إن كان صواريخ جو أرض أو أيضا الصواريخ المتوسطة أو الدقيقة أو البعيدة وأشير إلى أن الرأي العام اللبناني والرأي العام هنا المتخصص وليس من عامة الناس كان قد اصطلع منذ السنوات على شخصية فؤاد الشكر الملاقب بالحاج محسن من خلال البيانات التي كان يصدرها الجانب الأمريكي من جهة أو أيضا الجانب الإسرائيلي من جهة ثانية والتي كان يشير فيها إلى عمله أو يشير فيها إلى مهمته العاملية على الأرض ولكن دعيني أذهب إلى هنا إلى الجبهة وتحديدا جبهة الجنوب ماذا يجري فيها كان لافتا إلى أنه مع الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة والنصف أو السادسة إلا قبل عملية هذه الاغتيال في قلب الضاحية الجنوبية أن أغار الطيران المسير والحرب الإسرائيلي على خمسة إلى ستة أهداف مع بعضها البعض في كل البلدات والقرى الجنوبية من مركبة إلى حولة إلى كفركلة إلى العديسي إلى الإخيام إلى عيد الشعب حتى أن القسف المدفعي كان قد تركز على تقريبا ما يقارب عشرة بلدات مع بعضها البعض اللافت أيضا إلى أنه بعد هذه العملية في الضاحية ونحن نراقب هذه الجبهة سأخرج من كادر الصورة وإذا كانت الصورة الآن هي الظلام الدامس ولكن سأذهب مع الزميل المصور بجولة عامة لأن هذه التلال التي هي أمامنا هي خطوط المواجهة وهي خطوط التماس للمعارك الهدوء الحذر والنسبي بمعنى ثاني إلى أنه لم يسجل لدينا أي من التطورات الميدانية العسكرية على الأرض من كلا الجانبين منذ حادثة الإغتيال في الضاحية الجنوبية